السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة 150 جرام 150 جرام 120 جرام زبدة 150 جرام الملحة 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 لا نضيف السكر لا نضيف السكر الزبدة نضيف المزهر المزهر والمعادة والحليب لا نضيف فقط نضيف العجين ونضيف قليلا وعجينة تكون قاصحة لأن العجينة تكون قاصحة لكي تعاونها في التشكيل الحلوى إذا كانت ترتبة جميلة لا تجدونها قاصحة ونسبة للعقدة نضيف 500 جرام اللوز لا نضيف لا نضيف لا نضيف اللوز هنا نضيف أربعة معالقة صغيرة القرفة نضيف 200 جرام تقريبا سكر 30 جرام ثلاثة معالقة ثلاثة معالقة كبيرة ونضيف نضيف نصف ملعقة كبيرة كبيرة الزبدة لنضيف الزبدة اضيف في الزبدة كبيرة تقريبا اضيف ملعقة لنضيف الزبدة لنضيف سوف نضيف الزبدة لنضيف العجين بالنسبة للعجين لنضيف ترتاح جيدا في الثلاجة تقريبا نضيف قاسحة تعلق قاسحة تقريبا نضيف 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 النمرة الثالثة نضيف 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 غير نضيف 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 لنضيف نضيف نضيف على حساب الحب حساب الحجم يستخدمنا نصيف الحلوة هذه المقاطع في هذا المقاطع التي تستخدمها تستخدم السبب الجدد نجمعها من جنب نجمعها من جنب نجمعها من جنب نجمعها من جنب يجب أن تنفخها نجمعها من جنب 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 ونطقها هنا نترك الجنب نحن نحن نشكل الى وريدات نستعمل قطعات اللوس نستعمل في القطعة البيض نستعمل البيض نشكل البيض نحن نزيد البيض نستعمل البيض نضيف العجينة وضيفت لها فقط الكاكاو نضيف العجينة وضيفت لها فقط الكاكاو نضيف العجينة وضيفت لها فقط الكاكاو نضيف العجينة نضيف العجينة وضيفت لها فقط الكاكاو نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف العجينة نضيف وضف الاء نضيفه نمشي الثلاثة و ثمانية حبيثات نختار بالفراغات مع السحوات نمشي الثلاثة من الوزة يبسون 3 سواع 150 دراجه كاس العنبه كاس الماء طرف الحامض كاس الماء كاس الساندة قطعة الحامض نضيف حامض اغلاء 5-10 دقائق هذه تعسيلة جزائرية لا داع التعليقات كاس الماء لا داعي عندما ا Perdج تعلم الاصل الوصفة المهم هو الاستفادة كما نقدم اصل الاصل الوصفة تبقى حلوة باردة و تكون تقوى سخونة و لا يمكن أن يكون جوج سخان في نفس الوقت سوف نعجل الحلوات نضيفهم في التعسير و نضيفهم قبل 3 اعادة و نحن نشربهم لتجعل اللوز من الداخل و يجب ان يكون معلج هذه الطريقة محسن من النابج في قنوات الجزائرية تبقى حلوة باردة و تبقى فتية تبقى حلوة باردة و لا تقصح و يجب ان يكون اللوز من الداخل اخذت الكوك و اضفت لي قليل من الملونة في اللون الأخضر و اضفت لي قطارات و اضفت لي قطارات و اضفت لي قطارات الماء و تبسي بها تقفي حلوة باردة وسجamız ي BRGO لتعطي كل من داخل اضافة ملونة بنفس طريقة مع قليل رشاد الماء اضافة ملونة اضافة ملونة اضافة ملونة اضافة ملونة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة السلام عليكم